نفسي كبير وكبير برشا كيفاش صارت الحكاية؟ لقينا محكمة مصرية قضت معقبة زوج بغرامة مالية وإلزمه بدفع تعويضات بتهمة إزعاج زوجته بعدما طلقها في بث مباشر في الفيسبوك كيفاش صارت زاداء الحكاية؟ المحكمة بيدها هي المحكمة الاقتصادية الاستقناف في سعيد مصر حكمته قضت حضوريا بتغريم الزوج 50 ألف جنيه وتعويض 5 ألف جنيه بتهمة إزعاج الطليقة كما أحكيت لكم في طليقها في بث مباشر وتفاصيل الواقعة ترجع للتاريخ من عمناه وليه صارت الفازة أما السنين بيش خارجت خاطر بدأوا يحكموا فيها في مارس 2023 وين ربت منزل شكيت على خطرها متضرة من زوجها وأشارت أنه استخدم حسابه على موقع تواصل الاجتماعي في الفيسبوب وتعمت إزعاجها ومضايقتها من خلال نشره بث مباشر يتضمن عبارات خادشة للحياء قدام دار بوها ووجود خلافات زوجية بيناتهم صحيح لكن إنه ليش وش عمل معنى هاس تاليفونه ومشي قدام دار البو حال فيديو ديريكت وراهم الدار بالضبط وقال لهم اللي بيها ولي عليها ولي صفت وعملتلي وصلحتلي وهاني قدامكم طلقتها بالتلاتة جب ربي معنىش ريت كان جاي عنا كلمة طالق بالتلاتة في تونس ريتونس كاملة مطلقت يحط بالستة بالسبعة يحط طالق بالعشرة يصبروا طالق ثنين ثلاثة أربعة خمسة ويطيارها ويمشي يخذ واحدة أخرى وهنا بلاي علش كان هكا معنى الدسيزيون دي كان معنى دراجل معنى المراش به تقدمت المجنية عليها بعدة مقاطع فيديو مش هاتكبترت لوعات وهبتت شكوى القسم تكنولوجيا المعلومات بمودلية أمن قنة وأسبت الزيدة تضررها من زوجها بالعبارات اللي أصبتها بأذرار نفسية وأدبية جسيمة وتجم بينصور تكون زيدة فيه زيدة هي وصحيح هي تقلق الحكاية أما بازره وفاما شوية هكا شوية فاح وتم إحالة القضية على المحكمة الاقتصادية الاستقناف قنة جنح واللي قضت التغريم كما قد كمتهم خمسين ألف جنيه وتعويض خمسة ألف جنيه تخموا ألف مرة جميع اللي معي متزوجين اليوم في ستوديو راديو ميت أحمد المناري هاك في بالك بو معناش احنا متطالق بالتالتة وفيديو ديريكت والله ما قري حاب تعملك مش فيديوك تديريكت ببركة وانتي ما غير ما تخنص سيد المخرش خاطر نجم زيدا نقوليلك الجملة ما غير ما نوخر حتى خطوة التالي تردوا بالكم تحلوا عينيكم فماش فيديو ديريكت يا جميع تحل انتي من غادي فيديو ديريكت نتكتلوا نسيف نحلوكم مواقع التواصل اجتماعي كل من انستجرام الفيسبوك تيك توك كل كل على بعضه في نفس الوقت نحلو ديريكت احنا لحداش واربعتاش ندقيقة احنا مازلنا متواصل معاكم في مش تصبح زي ما سيد المخرش